عملية إجلاء المواطنين الأجانب من أفغانستان وأفغان تعاون مع القوات الأجنبية متواصلة بواترة سريعة لكنها غير كافية لإجلاء جميع المؤهلين قبل تنفيذ اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بنهاية الشهر الحالي بوريش دونسون سيترأس اجتماعا طارئا لقادة مجموعة السبع سيبحث وضع أفغانستان المتأزمة هذا من الواضح أن رئيس الوزراء في اجتماع مجموعة السابع سيطلب من الولايات المتحدة تمديد موعد الانسحاب من المهم أن يفهم الناس من أن الولايات المتحدة لديها أكثر من ستة ألاف شخص في مطار كابل وعندما ينسحبون لن يكون هناك إطار عمل يسمح لنا بالانسحاب وسيتعين علينا المغادرة أيضا عمليات إجلاء آمنة وتفادي أزمة إنسانية ومساعدة الشعب الأفغاني لحماية مكتسبات السنوات العشرين الأخيرة تتصدر المحادثات الإفتراضية العاجلة بعدما واجه الغربيون وخاصة أمريكا انتقادات متزايدة بشأن طريقة تعاملهم مع الأزمة في أفغانستان وسط مشاهد فوضوية لمحاولة فرار آلاف الأفغان والأجانب من كابل بعد عودة طالبان إلى السلطة ما يحدث في أفغانستان جنوني للغاية أعتقد أنه من الممكن عودة الهدوء بعد غضب كبير وعدم تصديق ما حدث بشكل سريع من قبل دول مجموعة السبع وحلف النيتو لا أعتقد أن الأمور قد تزداد سوءا بالنسبة لبايدن بفضل الدبلوماسية الجيدة لوزير خارجيته أنتوني بلانكين سيتمكنان من إعادة كماس في هذا التحالف بشكل أفضل بريطانيا ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمحاسبة طالبان بالتنسيق مع شركائها بما فيها فرض عقوبات على الطالبان لكن من غير المرجح تبنيها على الفور تزامن سيطرة طالبان على كابل بتنفيذ اتفاق الانسحاب العسكري الأمريكي زاد من تعقيد أزمة أفغانستان وعملية الإجلال مما قد يدفع قوات حلف النيتو إلى ترك متعاونين معها تهدد طالبان حياتهم إن لم تأجل أمريكا انسحابها مصطفى زارو العربية لندن